اشتركوا في القناة في الصراع القائم ولا احد يستطيع ان ينكر وجود العامل الديني في الصراع ومن بين الحركات الجهادية التي ظهرت في العراق وسوريا هي داعش او الدولة الاسلامية في العراق والشام تحت قيادة زعيمها الحالي ابي بكر البغدادي من يشاهد صور القتلى من الاسرى ومن يشاهد تصرفات هذه الحركة سيشمئز ويرفض هذه التصرفات حتى من قطاع كبير من المسلمين لكن هناك قطاع اخر كبير ايضا من المسلمين يؤيدون هذه التصرفات وهناك من الشيوخ الذين يدافعون عما تقوم به داعش السؤال هنا فهل ما تقوم به داعش على ارض الواقع من قتل وتدمير وحرق وقتل الاسرة له علاقة بالدين الاسلامي ام ان الاسلام بريء تماما مما تقوم به داعش هل الاسلام يدعو للرحمة وداعش هي عكس الاسلام ام ان ما تقوم به داعش هو مجرد استنساخ لما قرأه افرادها واعضاؤها في السيرة وفي الكتب التي تتحدث عن العصر الاسلامي الاول الاداعات تتصابق لنقل اخبار ما يجري في العراق وتحليله من ناحية السياسية ومن ناحية الصراع الشيعي السني ومن ناحية تدخل ايران والسعودية والدعم الغربي لكن انا ساترك هذا كله على جانب في هذه الحلقة واتطرق لجانب اخر لان ما تغفله تلك القنوات ان هؤلاء الذين يقاتلون لهم دوافع اخرى دوافع دينية ولا يوجد اقوى واخطر من الدافع الديني انهم يحاولون تقليد الجيل الاول من الصحابة يحاولون استنساخ الدولة الاسلامية المحمدية كما قامت في شبه الجزيرة العربية منذ 14 قرن واي محاولة لفهم ما يحصل بعيدا عن تأثير الدين وتأثير نموذج محمد ونموذج الصحابة على ارض الواقع اليوم هو تحليل نقص اليوم سأحلل العلاقة بين داعش والاسلام فاذا تابعوني اذا السؤال هو او العنوان هو داعش والاسلام وهذا شعار داعش الدولة الاسلامية في العراق والشام لا اله الا الله محمد رسول الله او في الحقيقة هم يكتبون الله فوق حتى يكون الله اعلى من محمد لكن هم في الحقيقة يعبرون عن الواقع الله رسول محمد لان فعلا الله مستخدم من محمد في القرآن وفي الاحاديث ثم يقولون راية واحدة أمة واحدة راية واحدة اذا الهدف واضح حتى من الشعارات الموجودة على مواقعهم راية واحدة أمة واحدة فهذا هو هدف داعش كيف نحدد السؤال هنا كيف نحدد العلاقة بين الدين وتصرفات الناس هناك أكيد هناك معايير أو أشياء نعتمد عليها لتحديد هل هناك علاقة بين هذا التصرف وبين الدين هل هناك علاقة بين تصرفات داعش والدين الإسلامي أول شيء إذا كان الشخص أو المجموعة في هذه الحالة لأن داعش مجموعة مسلمين إذا كان الشخص أو المجموعة متدينا ملتزما إذا كان هذا الشخص متدين وملتزم فهذا أول شيء يدل على أن هناك علاقة بين الدين وبين التصرفات لكن الحد الآن لا يمكن بمعيار واحد لا يمكن ربط هذه العلاقة المعيار الثاني إذا كان الشخص عنوعي يربط بين تصرفاته والدين يعني هو واعي بأن ما يفعله هو له علاقة بالدين فداعش واعي تماما بأن ما تقوم به هو تمثيل للإسلام كما جاء في النصوص نصوص طرات الإسلامي إذا كان الشخص نفسه يربط بين تصرفاته والدين إذا كان في الدين نصوص تأمر أو تشجع على تلك التصرفات إذا وجد في داخل الدين في نصوصه المقدسة وفي هذه الحالة سواء القرآن أو السنة فإننا أمام ثلاث معايير الآن إذا كان في الدين نصوص تأمر أو تشجع على تلك التصرفات وأحيانا قد تكون النصوص مفهومة غلط إذا نبحث عن التفسيرات إذا كانت تفسيرات هذه النصوص تؤيد تلك التصرفات والمعيار الخامس إذا كانت أهداف تلك التصرفات أهداف ينص عليها الدين إذا خمس معايير لو توفرت هذه الشروط كلها فنحن أمام تصرف له علاقة مئة بالمئة بالدين لا يمكن الهروب من هذا الأمر فداعش متدينون أعضاء داعش متدينون ملتزمون وهم يربطون بين تصرفاتهم والدين علنا ببياناتهم بمواقعهم بفيديوهاتهم بتصريحاتهم بالآيات التي يقرأونها بكل شيء ويوجد في نصوص الدين الإسلامي ما يشجع ويأمر بهذه التصرفات وتفسيرات النصوص أيضا لما نطالع الطبري أو ابن كتير أو القرطبي أو الرازي إلى غير ذلك إذا نطالع هذه التفسيرات نجدها تؤيد تفسيرات الداعشيين أو الدواعش للنصوص الإسلامية إذا كانت أهداف وأهداف داعش هي أهداف إسلامية كما سنرى فإذا خمس شروط في نظري متوفرة في داعش ما هي داعش؟ داعش هي اختصار للدولة الإسلامية في العراق والشام الأمير الحالي أبو بكر البغدادي واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري الحسيني القرشي وهو يدعي أو كما تدعي العديد من العائلات في العالم الإسلامي نسبة نسبه إلى محمد فهو يقول أنه من سلالة محمد من سلالة مبدئ الإسلام مؤسس الإسلام محمد ابن عبد الله فأيذن هو مسلم أبو بكر البغدادي حتى لاحظوا الاسم أبو بكر البغدادي لأن اسمه الحقيقي إبراهيم فهو أخذ اسم أبي بكر أول خليفة مسلم الذي قام بحروب سماها حروب الردة فهو أيضا الاسم له دلالة أبو بكر البغدادي البغدادي نسبة إلى بغداد لكن اسم أبي بكر هو اسم له دلالة أنه هو الخليفة لمحمد يقوم بما قام به الخليفة حاصل على دكتوراه في الشريع الإسلامي يعني لا تقولوا لي هذا لا يفهم في الإسلام أي شيء فهو حاصل على دكتوراه في الشريع الإسلامية بحسب مقالة سيانان في 13 يونيو 2014 أرجعوا لموقع سيانان بالعربية ستجدون ومواقع أخرى ذكرت هذا الأمر أعتقد البي بي سي أيضا ذكرت هذا الأمر والكثير من المواقع الإخبارية حاصل على دكتوراه في الشريع الإسلامية دكتوراه ليست في الفيزياء ولا في العلوم هي دكتوراه في الشريع الإسلامية كل ما تعلمه هذا الشخص كان عبارة عن سيرة محمد عن القرآن عن التفاسير يعني هو يحاول استنسخ الدكتوراه التي تعلمها كان إمام مسجد في 2003 في بغداد بحسب تقرير البي بي سي 11 يونيو 2014 كان داعية في جامع أحمد بن حنبل سامراء بحسب سيرة ذاتية موجودة على مواقع موالية لداعش إذن كان داعية وكان يخطب في الناس في جامع أحمد بن حنبل بسامراء هذه الصور الموجودة لدينا لأبي بكر البغدادي زعيم داعش هذه صورة أخرى بالألوان أبو بكر البغدادي وهو من أكثر المطلوبين للعدالة لأنه قائد مجموعة إرهابية تقتل الناس وتدمر حياتهم هذه نفحات كما وجدت هذه سيرة ذاتية كما وجدت على المواقع الموالية لداعش مكتوب فيها نفحات من سيرة مولانا أمير المؤمنين فهو أمير المؤمنين أمير داعش واسمه أبو دعاء إبراهيم بن عواذ بن إبراهيم البدري الرضوي الحسيني السامرائي ينحدر من عشائر السادة الأشراف البدريين البو بدري فإذن هو من سلالة يقال عنها شريفة نسبة إلى محمد مطلوب في موقع اسمه Rewards for Justice اللي هي مكافآت من أجل العدالة بالموقع بالعربية يقال له المكافآت من أجل العدالة قم بإيقاف إرهابي أنقذ أرواح واسمه أبو دعاء المكافأة تصل إلى عشر ملايين دولار صورته هذه وموجود إيميل وأرقام لمن يريد أن يتصل حتى يدلي بمعلومات عن هذا الإرهابي وفي الحقيقة أنا أشجع من يدلي بمعلومات عنه لأنه أولا ستقوم بإنقاذ أرواح من القتل من الضمار من الإرهاب وأيضا سيحصل الشخص على عشر ملايين دولار ممكن حتى يساعد بعض الفقراء من توزيع ولو أزاء منها يساعد الكثير من الناس المعوزين وأيضا هو يستفيد مادية إذن هو تاريخ الميلاد 1971 اسمه الدكتور إبراهيم نسبة للدكتورة في الشريعة الإسلامية ولديه ألقاب كثيرة فالمفروض أن هذا يقدم للعدالة ولا ينبغى أن يبقى حرا طريقا إذن نحلل شخصيات الداعشيين أو الدواعش هم مسلمون ملتزمون كما قلت العنصر الأول مسلمون ملتزمون اللحية حلق الشارب هذا الشخص هو اسمه ناصر المثنى الموجود الذي أصوله يمنية وذهب إلى تعيش عائلته في بريطانيا لكنه ذهب للالتحاق بداعش وظهر في فيديوهات على مواقع منسوبة أو موالية لداعش إذن هم ملتزمون اللحية حلق الشارب كل أمارات الالتزام حتى الهدي الظاهر للإسلاميين موجود عندهم فهم يهتمون بدقائق الأمور في الإسلام فهم ملتزمون دينيا لا يمكن أن يأتي الشخص ويقول هذا لا علاقة له بالإسلام وأيضا نجد مثلا هذا الشخص نفس الشيء هم من جنسيات مختلفة القاسم المسترك الوحيد بينهم هو الإسلام ليسوا من نفس الدول ليسوا من نفس المستويات التعليمية ليسوا من نفس المستويات الاقتصادية إذن القاسم الوحيد المشترك بينهم هو الإسلام هذا اسمه أبو لين الجزراوي وأيضا يحافظ على الهدي الظاهر اللي هي حلق الشارب وإعفاء عن اللحية ويعني موجودة بكثرة من دول مختلفة سأعرض أول فيديو لواحد من الدواعش من أعضاء داعش يقول فيه يسرح بأهدافه وأغراضه من الانضمام لداعش وماذا يريد أن يفعل نشاهد أول فيديو والله ما خرجنا إلا لنسبة هذا الدين فرسل الله أن يبتناه ويثبت أقدامنا تكبير والله أكبر والله يا شبيحة يا علوية يا شيعيون والله ما جناكم إلا بالذب وإلا بنستدوك ما لنا لكم إلا علاقنا وما لكم إلا سلب نساؤكم وتكبير الله أكبر وإلا إلا إلا هو سوف يكون نساؤكم وبلاتكم وولداتكم سلبا لنا ولا لغيرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دورة الإسلام في العراق والسلام سوريا إذن هم بصراحة أهدافهم القتل والجنس الاستيلاء بالقتل وبالجهاد والجنس هذه أهداف واضحة من كلام هذا الداعشي الذي يصرح بها علنا وأيضا ترون اللحية فهو يحافظ على الهدي الظاهر كما أوصى به محمد سنة محمد حتى الألقاب حينما نجد الألقاب نجدها ألقاب إسلامية مثلا هذا أبو دجانة المغربي والألقاب تعبر أيضا هذا ألقاب أحد الصحابة وأيضا مات بالنسبة لمسلمين مات شهيدا وكان يشارك في الغزوات هذا تم قتله وقد قمت بتغيير السورة حتى لا نظهر المناظر الدم والقتل للمشاهدين واحتراما لوجود عائلات ووجود ناس لا يقبلون هذه المناظر لكن أوصي لو يوجد أطفال الأفضل ألا يشاهدوا هذه المناظر لأن الحلقة اليوم ستكون صعبة شيئا ما إذن أبو دجانة المغربي ويقولون عنه تقبله الله لأنه مات في نظرهم شهيدا الهدي الظاهر اللحية حلق الشارب نفس الشيء والراية الإسلامية محمد رسول الله فالشعارات إسلامية التصريحات إسلامية الألقاب إسلامية المظاهر إسلامية يحافظون على أدق التفاصيل في الإسلام الأهداف إسلامية فإذن لماذا نفصل بينهم وبين الإسلام إذا كان كل شيء فيهم إسلامي ابتداء من أسمائهم وألقابهم وأشكالهم وطريقة لبسهم وطريقة مظاهرهم وتصريحاتهم والآيات التي يستخدمونها كل شيء إسلامي ومع ذلك نقول لا علاقة لداعش بالإسلام إذن من الذي له علاقة بالإسلام في هذه الحالة لو رجعنا لكتاب كاتب اسمه مارك سيجمان اسم الكتاب فهم الشبكات الإرهابية Understanding Terror Networks يقول في الصفحة 93 هذا عمل بحث ميداني حلل شخصية 155 مجاهب من الذين نعرف عنهم معلوماتك وتفاصيل كثيرة فقال أن هناك شفت يعني هناك تحول في الالتزام والالتزام بالإسلام في يعني عند بلوغ سن الرشد في المجاهدين قبل أن يتم التحقهم بالجهاد فهناك تحول دائما في شخصية الإرهابي نجد تحول في الالتزام الديني قبل التحقه بالجهاد معنى أن الشخص قد يكون غير ملتزم دينيا ويحصل له نقلة أو تحول جذري فيصير ملتزم دينيا يصير اللحية ويصير يعني إنسان محافظ بالمفهوم الإسلامي ملتزم بالمفهوم الإسلامي لكنه في الحقيقة منعزل بمفهوم غير المسلمين أنه ينقطع عن العالم يصير منكفع عن ذاته منغلق يصير يعني من هذا النوع فيقول أنه بتحليل شخصية مائة وخمسة وخمسين مجاهد من الذين وجد معلومات عنهم كلهم إلا واحد كانوا جد ملتزمين قبل الالتحاق بالجهاد يعني أكثر مما كانوا وهم أطفال يعني صاروا جد ملتزمين قبل الالتحاق بالجهاد إذن من مائة وخمسة وخمسين شخص مائة واربعة وخمسين منهم كان عندهم نفس القصة أنه صاروا ملتزمين بالإسلام جدا قبل الالتحاق بالجهاد ماذا يعني هذا يعني أن من يقومون بالتفجيرات ومن يقومون بالإرهاب من الجماعات الإسلامية هم أشخاص ملتزمون دينيا ملتزمون بحسب مقاييس الإسلام فلا يمكن الفصل بينهم وبين الإسلام هم ليسوا أشخاص لا علاقة لهم بالإسلام يعني يسكروا وما عندهم أي شيء ولم يكن لهم أي شيء في الإسلام ما كانوا يحضرون الصلوات ما كان لهم علاقة بالمسجد فجأة ثاني يوم صاروا إرهابيين لا هناك مراحل يمر منها الجهادي ومن بين هذه المراحل أهم حتى هي الالتزام الديني فالالتزام الديني المتزمت يقود حتما بالنسبة لهؤلاء للإرهاب الإسلامي نشوف أول فيديو للجهادي أو تاني فيديو عفوا في هذه الحلقة الجهادي ناصر أبو المثنى اليمني أو ناصر المثنى والذي قال عنه والده يعود إلى أصول يمنية وأخذ معه شقيقه الأصغر أصيل البالغ من العمر 17 سنة وهو عمره 20 سنة يعني شباب في بداية مشوار حياتهم ممكن أن يعطوا الكثير لكن للأسف تم حشو أدمغتهم في المساجد البريطانية الموجودة في بريطانيا المساجد الإسلامية يقول الأب أشعر بأنني بحسب مقال جاء في العربية يوم 23 يونيو الاربعاء الاتنين 23 يونيو قال الأب أشعر بأنني مريض ومدمر لأن ابني تورط في هذا العمل ومشيرا إلى أن ناصر كان قد ترعرع في بلد بريطانيا وأحبها وأحترمها ما احترام لمشاعر هذا الأب ابنه لم يحترم بريطانيا ولم يحبها في يوم الأيام بسبب ما يسمعه في المساجد هؤلاء لا يحبون يسمون بلاد الكفر لا يحبون بلاد الكفر بل يحبون الوهم الإسلامي المعشش في دماغهم وهو الخلافة والأمة الإسلامية يقول أحمد مثنى ابنه ناصر تعرض لغسيل دماغ منذ أن بدأ التنقل بين مساجد مختلفة في بريطانيا الأب يقر أن ابنه تحول منذ أن صار يتنقل بين مساجد بريطانيا إذن هذا ماذا يقول لنا يقول بأن الالتزام الإسلامي يقود إلى الإرهاب وفي مقابلة أخرى مع شبكة اي تي في نيوز وصف ابنيه بأنهما مسلمان محافظان لا يتحدثان مع البنات يعني لا يمكن أن نقول هؤلاء الأشخاص غير مطبقين للإسلام مسلمان محافظان حتى لا يتحدثين مع البنات يعني محافظان لأقصى حد إذن فبريطانيا تقريبا يوجد 500 شخص بريطاني ذهب إلى الجهاد في سوريا الجهاد بين القوسين في سوريا والعراق نشوف الفيديو بتاع ناصر المثنة نحن أساد نزال لا لن نبال بإطوات نحن عشاق الحياة نحن فرسال الحياة نحن عشاق العياة سعادة آن لكم أن تعلموا أنه لا حقوق بغير الجهاد لا عدالة بغير الجهاد لا كرامة بغير الجهاد لا أمان بغير الجهاد لا أمل بغير الجهاد لا حياة بغير الجهاد لا حياة بغير الجهاد لا أمان بغير الجهاد لا أمان بغير الجهاد لا أمان بغير الجهاد لا حياة لا حياة بغير الجهاد العجيب جهز والحياة هذا هو كل نحن وليس الذين نحن و leather جهد ورغير الجهاد و من جنوب و من جنوب عليك أن ترى هده من الامر محمد صلى الله عليه وسلم اقول Ronald شام و إنه la T听 من العجر من العجر الله تخطي فهي أجهد بالك ما أجهد و إنه والله الحمد, I don't know anybody else that has as many مهاجرين as we do. We have people from all over the world والله الحمد. And also about the issue of سبحان الله fighting to make Allah's word the highest. A lot of people think it's just to put this flag over their building. By Allah it's not that. It's implementing the law of Allah عز و جل. Allah عز و جل القرآن tells us to fight until there is no fitna. And when you look at what the meaning of fitna is, the majority of the مفاسرين explain it specifically to be shirk. And by Allah, other than implementing the law of Allah عز و جل and fighting the enemies of Allah, you see no one who does it like us. والله الحمد. And we are a state who is implementing the sharia in both Iraq and Sham. And look at the soldiers. We understand no borders. والله الحمد. We have participated in battles in Sham. And we will go to Iraq in a few days and we will fight there بإذن الله and come back. And we will even go to Jordan and Lebanon with no problems. wherever our shaykh wants to send us. And again, I want to send a message to my shaykh. Oh, shaykh Abu Bakr al-Baghdadi. أمير المؤمنين. I send you this message and I want to let you know that the hope of this Ummah is in your neck. By Allah, the hope of this Ummah is in your neck. I say the third time, the hope of this Ummah is in your neck. We hope in the Khilafah. It's imminent, whether it's by us or those after us. But we know it will be imminent. And by Allah, I speak to you from the heart, بإذن الله عز و جل. And I want to let you know, don't fear the blame of the blamers and be firm and don't change at all. And بإذن الله عز و جل, we are with you. Send us, we are your sharp arrows. Throw us at your enemies wherever they may be. And بإذن الله عز و جل, we will return the borders which goes all the way to Al-Andalus عند الجزيرة بإذن الله عز و جل. نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة يا أسود الله شد الرحالي لو لاحظتم أول شيء هذا الفيديو عليه لوجو الحياة نفس لوجو بتاع قناة الحياة أو ثاني شيء سموه الحياة واعتقد أنهم يقلدوننا بطريقة أو بأخرى حتى سموه الحياة وهو يبت الموت والمواقع الموالية لداعش نشرت هذا الفيديو كإعلان ودعاية لجذب المزيد من المتطوعين من البلدان الغربية حتى يصيروا أيضا في أرض المعركة وحتى يلتحقوا بإخوانهم في أرض القتال ويكونون أيضا شهداء وفي خدمة القضية الإسلامية الأخ المتكلم ناصر المثنى يقول أولا الفيديو يقول لا أمل بغير الجهاد لا حياة واسم الفيديو لا حياة بغير الجهاد فإذن هم يتحدثون عن شيء إسلامي محض ثم الشخص يبتدئ بآيات قرآنية ويفتتح بها مما يدل على أن كل غرضه هو الإسلام والدفاع عن الإسلام وجعل كلمة الله هي العليا كما قال في الفيديو ويقول أننا من بلغلاديش من العراق من أستراليا من بريطانيا من بلدان مختلفة يعني القاسم المشترك بينهم هو الإسلام ويقول أننا نريد تطبيق حكم الله ونريد القتال حتى لا تكون فتنة وبحسب المفسرين الفتنة هي الشرك فنحن نريد إنهاء الشرك ولا نعترف بالحدود اليوم نحن في سوريا غدا في العراق بعدها في لبنان وفي الأردن وفي بلدان مختلفة فإذن الأمر واضح جدا إلا لمن يريد أن يدفن رأسه مثل النعامة في التراب ويقول هذا لا علاقة له بالإسلام هدف داعش هو تكوين دولة إسلامية تسترجع الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية وينبغي الرجوع للحلقة 321 اسمها وهم الخلافة الإسلامية إذا أرد أي شخص أن يتوسع في فهم وهم الخلافة لدى الجماعات الإسلامية لا توجد جماعة إسلامية واحدة في كل الجماعات الإسلامية الموجودة وهي كالفطر منتشرة في العالم الإسلامي لا توجد واحدة لا تؤمن بالخلافة الإخوان المسلمون يؤمنون بالخلافة القاعدة تؤمن بالخلافة داعش تؤمن بالخلافة حتى العدل والإحسان عندنا في المغرب تؤمن بالخلافة القاعدة المغرب بلاد المغرب الإسلامي أيضا تؤمن بالخلافة كل الجماعة بوكو حرام تؤمن بالخلافة الشباب في الصومال تؤمن بالخلافة كل الجماعات الإسلامية تريد استرجاع الخلافة هذا الوهم الذي لن يغادر أدهانهم وسيقضون نحفهم دون الوصول إليه إذن الهدف هو تكوين دولة إسلامية وتطبيق الشريعة وهذا هو الوهم وهم داعش وأخواتها سميته وهم داعش وأخواتها الخلافة هذه الخلافة حتى تحدى تناصر عن استرجاع الأندلس إسبانيا حاليا فهم يؤمنون باسترجاع كل هذه المناطق حتى تصير الخلافة الإسلامية لما كانت عليه من قبل إذن هم ابتدأوا بالعراق والشام دولة الإسلامية لاحظوا حتى اسمها الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية في العراق والشام الدولة الإسلامية يعني الغرض إسلامي واسمها إسلامي وشعاراتها إسلامية والقائمون بها إسلاميون ومسلمون مطبقون للإسلام بحذافيره فإذن داعش هي تطبيق مسغر لنموذج محمد كما قرأوه في الكتب المقررات التي نحشو بها رؤوس الأطفال البيوت التي نردد فيها نفس القصص هذه الكتب السفراء التي تباع في المعارض ويشتريها الناس ويقبلون عليها هي من ملأت أدهان أعضاء داعش وجعلتهم داعش المشكلة ليست في كثير من الأشياء المشكلة الرئيسية موجودة في هذه الكتب فنحن نجني ما زرعناه أو نحصد ما زرعناه زرعنا هذا الفكر الإرهابي المتخلف زرعنا لهم نماذج من قرن محمد اليوم يريدون تطبيق هذا النموذج وذاك النموذج في الجزائر في المغرب في ليبيا في مصر في العراق في سوريا في كل هذه الأماكن نحن نحصد فقط ما زرعته الكتب الإسلامية حتى لاحظوا أن الشعار دولة الخلافة دولة الخلافة الشعارات الراية السوداء حين نتحدث عن الراية السوداء الكثير من الناس يقولون راية القاعدة لا هذه راية محمد بحسب النصوص الإسلامية فحتى الدول تقول هذه راية القاعدة ولا يعرفون أنها موجودة في نصوصهم في الكتب التي يبيعونها في الكتب التي يروجون لها في الكتب التي يقدسونها هي راية محمد عن ابن عباس قال كانت رايات أو قال راية رسول الله سوداء ولواءه أبيض في السنة الكبرى للبيهقي في السيرة النبوية لابن هشام تحت عنوان راية رسول الله حدثنا يونس قال عن مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله فقال كانت سوداء مربعة من نمرة نمرة يعني قطعة سوف كانت سوداء مربعة من نمرة سنن الترميذي باب ما جاء في الراية قال ابن إسحاق هذه هي اللي في السيرة النبوية قال ابن إسحاق وكان أمام رسول الله رايتان سودوان إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب والأخرى مع بعض الأنصار إذن اسمها العقاب العقاب طائر يأكل فريسته حية فإذن العقاب وهذا يدل على أن محمد كان يقول بهذا الشعار شعار راية السوداء وسماها العقاب أنه يأكل فريسته حية إذن هذه هي الراية السوداء لا إله إلا الله كما جاءت شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله الراية الداعشية واسمها العقاب وإذا تأملت أيضا هذا الختم الذي يجعلونه وسط الراية ستجد له أيضا أثر في النصوص الإسلامية داعش تعتمد على النصوص الإسلامية حتى في أول ما جلسوا هم عن وعي هم صنعوا هذه الراية عن وعي بعد قراءة النصوص لم يخترعوا الراية هكذا عن أنس عنا أبا بكر يقول رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتمي ثلاث أسطر محمد سطر رسول سطر والله سطر صحيح البخاري كتاب اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاث أسطر إذن محمد سطر رسول سطر الله سطر كما جاءت في صحيح البخاري تماما في شيء آخر حتى في منشورات داعش هذه سورة على المواقع الموالية لداعش راية العقاب عند داعش مربعة مثل راية محمد عليها الختم كما قيل في صحيح البخاري عليها لا إله إلا الله كما قيل في بعض نصوص التورات وهم يعرفون هذا راية العقاب محمد سمى راية العقاب ويقولون راية العقاب تعلو على أبراج المرتدين فهي حرب دينية يعني حرب تشبه الحروب التي قام بها محمد في نظرهم وهذه ولاية من ولايات الخلاف الإسلامي وولاية صلاح الدين في العراق وحتى الآيات التي يستخدمونها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فإذا هم يستشهدون بآية قرآنية وهذه الصورة تابعة لمواقعهم شيء آخر الطريقة التي يريدون تحقيق الخلافة بها هي الجهاد ونحن رأينا أن هذا الفيديو الذي رأيناه يقول لا أمل بغير الجهاد لا حياة بغير الجهاد ما يحييكم هو الجهاد نشوف فيديو تاني من نفس المجموعة هم أجانب من بريطانيا التحقوا بداعش فما هو سبب التحقهم نشوف تاني فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الأول مقال الله وطعالة ما يقولوا يا أهداء أيها الأخوة أعجب القرآنية ومراحة القرآنية ورصة القرآنية الجهاد لنجميع lynكما تحدث لك فيني في الريقاء عندما أرى القرآنية كنت أشكت من هم أزائر عندما أرى القرآنية الجهاد لأنني لم يستطيع كنت أشكت منذ الواقع هذا هو ما في مبالفة كل ما مقالا منافق كل هذه نزالات يقولون أن هذه المساعدة فرز هم ليس لطول جهاد to finish everyone, read the aquaran, read the book of Allah. The instruction of life and find out what is Jihad and if we are about to be about or not. E stew guys Willa make a move because Allah does not need you to fight for them. And you do need to fight with Allahي subhanahu wa ta'allah for your Akhirah. Dawla not yet need your money but you need to spend on dawla for your Akhirah. And this dunya is only a test. And Allah has sent you to this dunya You will see how much you're willing to sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. هل يستطيع ان يساره بالفعل هكذا؟ سوف يكون مأنا جزائية؟ هل يستطيع ان تساره هذا؟ للساكة الله؟ جيدة لو ستاره في شيء لهم ستكون خلال آخر لكم إخانيي في الأصور أنا أعلم كيف تشعر عندما تصاره يتعرفون في ذلك فمن المذكور قلت النقرب للخطر س سابيل الله تشعر أنك تناول شخص قلت كيام الليل حسناً للمنزل جهد في سبيل الله ورحمة الأخي ورحمة الأخي ورحمة الأخي ورحمة الأخي ورحمة الأخي نحن نعب في نصر الإله يا دمشق و يا حبات نحن أساد لزالي لا ننبالي بإطوات نحن عشاق العوالي نحن فرسال الحياة نحن فرسان الحياة يعني اللوغو قناة الحياة ونحن فرسان الحياة لا نحن هم فرسان قناة الحياة ونحن سنفضح هذا الإرهاب وأنتم مجرد رسل موت يعني الواحد يقول كنت أشعر بالإحباط يعني كنت أعيش في الغرب وأشعر بالإحباط فأكيد أن تشعر بالإحباط لأنك ترى أن الإسلام مهزوم الإسلام لا يرقى للمستوى التي وصلت له الحضارة وتعيش بين عالمين متناقدين عالم تقرأه في الكتب السفراء الكتب الإسلامية وعالم تراه بأم عينك فأنت تريد أن تعود إلى الوهم إلى 1400 سنة مضت تقرأها دائما عندما تذهب للمسجد طبيعة الحال ولد لديك هذا الإحباط وهذه النفسية المعقدة ولذلك ترى أن تحقيق يعني فشل هذا الشخص بالنسبة لفشل لا فاشل على كل المستويات فأراد أن يعطي لنفسي قيمة ويجعل من نفسي مجاهدا فذهب التحق بداعش يقول أني كنت أحس بأني منافق لأنني لا أقوم بالجهاد وأقرأه في القرآن وهو على حق ويقول اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن ستجدون الجهاد واضح وأنا معه في هذه أن القرآن واضح يذكر الجهاد بكل صراحة ماذا سيفعلون في صور بكاملها تتحدث عن الجهاد فإذن هو يقول الحقيقة في هذا الجانب الطريقة إذن هي الجهاد وهناك نصوص كثيرة قلناها في حلقات كثيرة فإذن أنا سأذكر ببعض في صحيح مسلم كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغزو مذموم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعب من نفر فالأخ يقول أنا كنت منافق لأن من مات ولم يغزو مات منافقا ومن مات ولم يحدث نفسه ويقول لنفسه أنا أريد أن أغزو أن أموت شهيد أن أموت في معركة فإذا من مات ولم يقوم بهذا العمل مات منافقا في صحيح مسلم فإذا الإمام يذهب في المسجد ويقول هذا الحديث ثم يقولون لماذا توجد داعش غريبة إزرع هذا الحديث تحصد داعش قل هذا الحديث كرره مرات كثيرة أمام المجموعة من الناس تعمل لهم غسيل الدماغ طبيعة الحال سيقول لك أنا أريد أن أطبق هذا الحديث لا أريد أن أموت وأنا لم أغزو ولم أحدد نفسي بالغزو عن ابن عمر أن رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلهي الله وأن محمد رسوله فهؤلاء يريدون أن يطبقوا نموذج محمد صحيح البخاري حديث مشهور فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم لا يمكن أن تصير دماء غير المسلمين حرام إلا باعتناق الإسلام أو بإعطاء معهد فإذا هؤلاء يقرؤون هذه النصوص وهم نتيجة مباشرة لهذه النصوص الطريقة أيضا هي الجهاد ونحن نرى هنا في سور ترويجية لداعش صفوف المجاهدين دولة الإسلام تتمدد الراية الإسلامية أشكالهم إسلامية مجاهدون فهم يطبقون مثلا سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية التي استشهد بها ناصر ويكون الدين كله لله حتى يكون الإسلام هو السائد فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير لو توقفوا لكن إن لم يتوقفوا فنستمر في الجهاد فالجهاد مستمر بحسب الإسلام بحسب التفكير الإسلامي نرى ثالث فيديو من هذه المجموعة ثم أبدأ في أخذ المكالمات ثالث فيديو لشخص آخر بريطاني الجنسية التحق شاب صغير جدا لاحظوا أنه أعمارهم 17 18 20 يعني شباب صغار لكن تم استغلالهم وتم حشو والأسر أيضا تتحمل مسؤولية لأن هذا الأب الذي اعتقد أن ابنه مسلم جيد به تنقل بين المساجد وهو في الحقيقة لا يعلم أن المشكلة في الإسلام لأن الكثير من المسلمين لا يعلمون أن المشكلة في الإسلام يعتقدون أن الإسلام هو صوم وصلاة وحج وزكاة إلى غير ذلك لا الإسلام أكثر من هذا الإسلام هو الجهاد الإسلام هو الجهاد عندما تقرأ القرآن كثير من الآيات تتحدث عن الجهاد أكثر مما تتحدث عن الصيام الكثير من الآيات تتحدث عن الجهاد أكثر مما تتحدث عن الحج فأيهما أكثر عندما يقرأ الإنسان القرآن سيدرك أهمية الجهاد في القرآن وفي الإسلام ولذلك ما حصل لهم نتيجة طبيعية لارتياد المساجد وسماع هذه الخطب حتى في الغرب وعلى الغرب أن يدرك هذا الأمر فالمشكلة في الإسلام وليست في داعش فكلما حتى لو مات الداعش ستقوم داعش أخرى لأن الإسلام في هذا الفيروس سيقوم ثانية سيعشش في أدمغة الأجيال وسيقوم ثانية لإرهاب الناس نرى الفيديو هذا هو المساجة للمساجين المساجد وسيقوم ثانية لإرهاب الناس ومع أن تردت لحبوا في العشرة المغلقية ومع أن تردت لحبوا في الأشياء نعلم أن الجنة ليس شيء أغلبية ومع أن تردت لحبوا في هذه الدين We just want to meet our Lord We just want to give our blood and use our bodies as a bridge from خلافة والله خلافة is close So ask yourself Either you can be here in these golden times You can be here in these golden times Fighting for Sabilillah Or you can be on the sidelines commentating in بلاد الكفر It's your choice يقول أنه هل تريد يعني يحث أقرانه في بلاد الكفر أن يلتحقوا بالجهاد ويقول هل تريدون أن تموت وغبار بلاد الكفر في صدرك في رئتيك ثم يعني بالنسبة لهم المسلم الذي يعيش في الغرب هو بالنسبة له هذه عيشة مؤقتة والمسلم الذي يعيش في أي بلاد بالنسبة له هذه البلاد هي مؤقتة لأن هذه الكتب ملأت دماغه بوهم اسمه في يوم من الأيام ستكون هناك خلاف فهم يحلمون على الدوام وبالتالي لا يعيشون واقعهم لا يعيشون لصالح دولهم لا يعطون لهذه الدول دائما هذا الوهم استنزفهم استنزف مواردهم الدهنية البشرية كل شيء مواهبهم أيضا كل شيء ثم يقول أجسادنا سنقدم دمائنا وأجسادنا كجسر للخلافة تفضل فإذا نحن نقول لهم الخلافة قادمة الخلافة ستأتي والخلافة هي النموذج الصالح وخير القروني قرني قرن محمد وهذا هو أحسن وعمر وأبو بكر وكل هذا نبيع لهم هذه الأوهام ثم نلومهم نقول لماذا هناك داعش لماذا يلتحقون بداعش طبيعة الحال سيلتحقون بداعش إذا صورت لهم أن أفضل القرون هو قرن محمد وأفضل ما قام به محمد هو نشر الإسلام بالسيف وأن الغزوات كانت وسيلة لنشر هذا وأن نحتفل ببدر ونحتفل بهذه الغزوات ونعطيها شأن كبير في الكتب ويسيل المداد في مدحها والملاحم ونقول أنه انتصرت والملائكة نصرتنا وهزمنا وسحقنا أبا جهل وقتلنا كذا كل هذا سيؤدي إلى هذه النتيجة حان الوقت لمراجعة كل شيء من المقررات الدراسية من الخطب من كل شيء إذا أراد المسلمون أن يعيشوا كبقية بني آدم كبقية خلق الله فليتخلصوا من آيات الجهاد من قرآنهم ومن كتبهم السفراء إذن نشوف التصرفات سنفحص الآن التصرفات تصرفات داعش أول تصرف قتل الأسرة هل داعش طبقت الإسلام نشوف هنا في هذه الأحداث الأخيرة في العراق مسكوا مجموعة من الشباب واعتبروهم أسرة وسموها غزوة أسد الرحمن البيلاوي أبو عبد الرحمن ويقول الموقع راية الخلافة فوق رؤوس الروافد شامخة والروافد هي تسمية على الشيعة دائما فالنواصب والروافد تسميات متبادلة الشيعة يسمون السنة النواصب وهؤلاء يسمونهم الروافد فإذن راية الخلافة يدلونهم ويدعون راية الخلافة فوق رؤوسهم بالضرب وحتى لاحظ أنهم يستنجدون بالضرب وبكل شيء إدلال للأسرة معاملة الأسرة كالدجاج يعني ملقون على الأرض وتشير لهم اليد على أساس أنه إدلال لهم وحتى الشعارات ولاية صلاح الدين فإذن هؤلاء الأسرة عند داعش ويسوقون الأسرة للموت ثم يكتبون تعليق يسيرون إلى الموت بأقدامهم شباب في مقتبل العمر ثم يصفونهم في خندق كما فعل محمد يوم قتل أكثر من ستمائة شخص من اليهود ويقول توجه المرتدين إلى حفرة هلاكهم والشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله فكل هذا باسم هذه الراية باسم الإسلام قتل الأسرة ثم تنفيذ النموذج المحمدي ما قرأوه في السيرة هذا مصير الروافد الذين زج بهم نوري لقتال أهل السنة لاحظ استخدام الدين استخدام المصطلحات الدينية التاريخ الإسلامي يحضر بتقلي في هذه الأحداث من قرأ التاريخ الإسلامي يجد مشابهة أو مطابقة لما يحصل أو ما تقوم به داعش ثم تنفيذ الأسرة مع التكبير طبعا والقتل هذا مصير الروافد نفس التعليق السابق قتل الأسرة تصفية قطعان الجيش السفوي الفارين من القواعد العسكرية لا احترام لا قيمة للإنسان لا أي شيء قتل الأسرة نفس الطريقة تصفية المئات من قطعان الجيش السفوي الفارين من المعارك لا إله إلا الله محمد رسول الله ترفرف فوق الساد شباب العراق على يد داعش ثم يقول لاحدوا التعليق فوالله لن نبخي منكم ولا النظر ولنجعلنكم عبرة لمن اعتبر تهديد بالتصفية الكاملة هل محمد قام بهذا الأمر هل محمد قتل الأسرة هل وجد أعضاء داعش لأن داعش كل ما عندهم ليس عندهم رسيد معرفي ليسوا فنانين ليسوا علماء ماذا قدمت لنا الجماعات الإسلامية لحد الآن كل هذه الجماعات الإخوان داعش بوكو حرام الشباب القاعدة ماذا قدم عندما نقول جماعات الإسلامية الجماعات الإسلامية ماذا يحضر إلى ذهن المشاهد هل تحضر العلوم جائزة نوبل الفيزياء الطيران طلعوا للقمر ذهبوا إلى المريخ لا يحضر أي شيء من هذا كل ما نقول الجماعات الإسلامية يحضر القتل إذن هم مرادف للقتل فكرهم ضعيف فكرهم ضئيل القتل والجنس فكرهم ضعيف ضحل ليس فيه شيء ليس عندهم أدب ليس عندهم شعر ليس عندهم فنون ليس عندهم رقي ليس عندهم أي شيء كل ما أشبع به هو نصوص دينية فقيرة تفكر الإنسان إنسانياً ودهنياً ومعرفياً وكل على كل مستوى فإذن ماذا سيقدمون هم يذهبون إلى السيرة يقرؤون ماذا فعل محمد ثم يركض لتطبيق هذا الأمر هذا كل ما تفعل الجماعة الإسلامية ويقول لك العالم الفلاني سبحان الله قال العالم الفلاني وقال لنا الحديث الفلاني فيذهب للتطبيق تخيل لو قرأت هذه الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم آخر وذكر الله كثيراً عندكم في رسول الله أسوة حسنة اقتدوا اقتدوا بمحمد في كل شيء ونعرف أن السنة هي قول وفعل وتقرير ما قاله محمد وما فعله وما أقر به وما أتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقد فسر بعض المفسرين على أساس أنه كل ما قاله لكم الرسول فخدوه وكل ما نهاكم عنه فانتهوا كل ما فعله كل ما قاله محمد ينبغي أن نقتذي به ماذا فعل محمد في الأسرة في أسرة بدر نقرأ في السيرة هذا ما قرأته داعش في السيرة ولذلك يطبقونه أخذ أسرة ثم عندما كان في الطريق راجعا هو المنتصر قال ابن سحاق حتى إذا كان رسول الله بالسفراء ما كان قتل النظر بن الحارث أسير قتله في الطريق قتله علي بن أبي طالب كما أخبر أني بعض أهل العلم من أهل مكة علي بن أبي طالب تربية محمد قال ابن إسحاق ثم خرج حتى إذا كان بعرق الضبية قتل عقبة ابن أبي معيط قتل أسير تاني عندما ذهب إلى مكان آخر وهو في طريق العودة قتل أسير آخر مثل ما تفعل داعش اليوم قال ابن إسحاق فقال عقبة تخيل هذا المسكين كان يرجو محمدا ويقول فقال عقبة حين أمر رسول الله بقتله عنده أطفال فقال لمحمد يرجوه من للصبية يا محمد؟ يعني من سيعول أولادي أطفالي؟ خلي عندك قلب من للصبية يا محمد؟ قال النار هذا جواب محمد لأطفالك لأبنائك النار فإذا فعلتها داعش ليس غريبا ليس غريبا نجد هذا في السيرة فهم تعلموا من السيرة السيرة النبوية لابن هشام جزء 3 صفحة 93 مقتل النظر وعقبة ويمكن رجوع لهذا الأمر القرآن يلوم محمد على عدم قتل الأسرة في معركة بدر محمد أبقى بعض الأسرة ليبادل ليفديهم مثل ما تفعل الجماعات الإسلامية اليوم وكأنه يرفع التريفون لأهل الأسير قالوا عندنا ابنك أسير ابعتوا لنا كذا مليون هكذا فعل محمد مع قريش عندنا أسرة تريدون أسراكم ابعتوا لأموال إنسان لا هم له لا بالله ولا بخلاص هذا الإنسان ولا يذهب للجنة هذا أخر تفكير محمد هو كان يريد المال يعني أنا أعطوني المال أعطيكم هذا الكافر تفضلوا خدوه أنا لا يهمني البشر أنا يهمني أن تصير عندي دولة وأصير أنا الزعيم وأنتشر هذا كل ما يهمني وكان يحتاج المال في معركة بدر لأنه تخيلوا أنه أول أكبر معركة له فهو كان يريد المال فأيضا يريد أن يفديهم فنزل القرآن وهو نزل القرآن بعد ما ندم لأنه كان عنده رأيين كان عنده رأي أبو بكر أبو بكر قال له الفداء يعطيهم الأسرى يعطوك الأموال عمر قال لا نقتلهم خلينا نقتلهم ونخلص منهم ننتقم لأنفسنا هو عمل برأي أبو بكر بعد هذا تاني يوم جاء آي قرآني قال ندمت وجده أبو عمر يبكي هو وأبو بكر يبكيان ويقول ياريت كنا قتلناهم ما قبلنا الفداء ثم جاء في القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض يعني الله يلوم محمد ما كان ينبغي أن يكون لك أسرى يا محمد حتى تكتر القتل في الأرض الله يريد محمد أن يكتر القتل ويلومه طلع محمد رحيم على الله قال له لماذا كان عندك أسرة كان ينبغي أن تكتر القتل قبل أن تبدأ في افتداء الأسرة تريدون عرض الدنيا تريد المال يا محمد والله يريد الآخرة الله لا يريد المال يريد الآخرة والله عزيز حكيم عن سعيد بن جبير في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يدخن في الأرض قال إذا أسرتموهم فلا تفادوهم حتى تدخنوا فيهم القتل حتى تكتروا القتل تفسير الطبري داعش فعلت ما قاله القرآن في الأنفال 67 وما قاله الطبري في تفسير الآية ثم يقول الطبري أيضا وإنما قال الله جل ثناء لنبيه محمد يعرف أن قتل المشركين الذين أسرهم يوم ببذر ثم فاد بهم كان أولى بالصواب يعني القتل كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم كان أحسن لو قتلهم إذن داعش عملت أحسن من محمد محمد طلب الفدية داعش قتلت من الأفضل والقرآن يلوم محمد ويقول له ينبغي أن تكتر القتل قبل البدء في الفدية فأيضا داعش طبقت القرآن وطبقت التفسير دعونا أبدأ في أخذ المكالمات شعاع من الجزائر سلام المسيح أخير أشيد سلام لك أخي لك ولي قدام خلاة الحياة الفضائية شكرا أشكركم جزيلا شكرا على هذه الجهود التي تبدلونها في كل مرة من أجل إنارة عقول ناس عامة والمسلمين خاصة لأن الموضوع في الصميم في البداية الإسلام انقسم على نفسه إلى شطرين الشعاء والسنة الحرب بدأت في البيت الواحد اجتمعتها في مرحلة معينة لغزو البلدان التي فيها الأقليات أقليات ملحدة وهناك أقليات أيضا مؤمنة نعم وبعد مدة معينة من الزمن أخذت تظهر طواقف أخرى شد عنفا عبر العصور وعبر هذه القرون نعم تظهر جماعات وتظهر طواقف شد عنفا في بيت واحد وبيت الإسلام صح فنشأت أو نشأت الإخوات جبهات الإنقاذ الجيش الإسلامي عندكم في الجزائر صح نعم عندكم جبهات الإنقاذ في الجزائر والآن عندكم أيضا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما يقولون تنظيم القاعدة عالمي كما أردتم أن تقولوا أن الإسلام أراد أن يعود إلى نقطة البداية وهي الاستحوال على العالم على العالم وثبيت الحكم حطم الخليفة إلى غير ذلك صح إذن الجيش الإسلامي وحماس وحزب الله وأنصار الشريعة إلى آخره وإلى آخره كلهم أوجوا لعملة واحدة لعملة واحدة شكرا نعم فأصبحت هذه الميليشيات تقاتل فيما بينها الآن في هذه الآوينة الأخيرة فيما بينها من أجل أخذ الحكم والتسلط نعم لأنها لا تستطيع أن تغزو وأن تقوم بغزوات خارج الحدود هذه الدول فأصبحت تقاتل في دولها على أراضيها صح يعني والغرض كلهم يعني يعتقدون أنهم شهداء وأنهم يقدمون خدمة للإسلام وأنهم يقتدون بمحمد كما فعلت طالبان في أفرلستان وكما فعل الإخوان بمصر في هذه السنة الأخيرة في هذه الأول الأخيرة لكن ألا نلوم الإسلام يعني كل ما تقوم به داعش مثلا اليوم له جذور في الإسلام واضحة نعم ولكن أين الحال؟ المشكل أساسي سيفون دامونتال المشكل الأساسي موجود في القوانين الوضعية في الدستير دستير هذه البلدان فجميعها في بندها الثاني حتى لا أقول أن البند الأول نعم الإسلام دين الدولة صح لكن المشكل هو أبعد من الدستير أعتقد أن الوعي والعلم سيجعل الإسلام يتراجع لأن كل ما تعلم الشخص وأقصد بالعلم ليس العلم الديني يعني واحد يذهب يتخرج في الشريعة هذا ليس عالما نعم فهناك حرب وهناك صراع صراع ما بين العصر هذا عصر التكنولوجيا والعولمة إلى غير ذلك والسلافية نعم والفطرة عندما ظهر الإسلام هناك صراع ما بين هذه الفئات والعالم صراع قلت إذن الإسلام دين الدولة فطريك الباب لهذه التواقف المتشددة والمتطرفة مفتوحة على الإسراعي نعم فنشب الصراع الديني وأعلنوا الجهاد حتى على الحكومة وعلى رقصة وعلى شعوبهم إخوانهم تحت سقف الواحد نعم أتمنى أن الناس تفهم هذا الأمر وشكرك أخي شعاع على هذه المشاركة وأخذ الأخ محمد من المغرب تفضل أخي محمد أخي محمد يريد تسمعني من تلفون فقط وليس من التلفزيون نعم السلام عليكم السلام أخي محمد تفضل كل حالكم أهلا وسهلا هذا المشاركة ولكن هذا المشاركة شكرا لك إذاً تتفق معي أن المشكلة هي في الإسلام إذاً لو قال أي شخص أنه هذا ليس له علاقة بالإسلام هل تعتبره يقول الحقيقة؟ والله نحن بالنسبة لنا في المغرب ما عندناش مواصل لدي المستوى نحن بالنسبة لنا هذا إجرام ولكن أنا أقول لك واحد القادية أنا سأقول لك شيئاً حتى تحدث بالفسحة لأجل إخواننا الذين لا يفهمون الدارج المغربي أقول لك شيئاً طالما أننا نعلم الناس هذه الأمور فالكثير منهم حتى لا أعمم الكثير منهم عندهم إرهاب نائم يعني هو يعرف أن الجهاد موجود وأن قتل الكافر موجود وينتظر الفرصة حتى السوريون كانوا يقولون أبداً لا يمكن أن يحصل في سوريا ما يحصل في ليبيا ثم حصل نفس الشيء والكثير من البلدان تقول أهل بلدنا مسالمون وليس فيهم هذا الشيء لكن لا يعرفون أن هذه التراكمات من المسجد ومن الأئمة ومن القرآن هي مثل الخلايا النائمة حين ينعدم الأمن وتصير قبضة الحكومة ليينة ورخوة لا تستطيع التحكم فيهم سترى في المغرب وألا أتمنى ذلك لكن أقول الحقيقة لكن أليس الإسلام لكل زمان ومكان نعم ليس الإسلام لكل مكان والزمان المهم هو عندما تقبل هذا الكلام هذا الكلام المملكية من فاته وقته الجهاد فاته وقته يعني انا يعني امن يقول هذا الكلام ويضرب الأسلام تماما يعني يعني صح ويصير هناك تناقض صح أشكرك أخي محمد آه حتى للإنسان عندما يكون ميت سأعرض بعض الصور وأرجو أن لا يكون أطفال حتى لا يرون هذه المناظر التمثيل بجتة الموتى أنا أخفيت الملامح لأن رؤية الدم وهذه الأمور لا أريد أن يراها المشاهد لكن يمكنك أن تدرك هذا الأمر يعني هذا يستمتع بهذا القتيل ويرفع رأية العقاب رأية الإسلام ويقول اختباء المرتدين في الحقول الزراعية هربا من نيران جنود الدولة الإسلامية هربا من المجاهدين ثم نرى حتى يضعون الراية فوق أزاد القتلى راية دولة الإسلام تعلو على جتة الرافدة الأنجاس لا احترامة للإنسان أيضا المرتدون يخلعون ملابسهم العسكرية ويلبسون ملابس المدنية ولاحظ وضع القدم على جتة شخص ميت وضع القدم وهو ميت يعني هو ميت انتهى لكن هناك مرض هناك حقد هناك غل موجود في هذه الأرواح حتى كما قال القرآن يشفي صدور قوم مؤمنين يريدون الشفاء هم مرضى هم فعلا مرضى هؤلاء القوم المؤمنون وأقصد بها الإسلاميون بالضبط هم مرضى يريدون شفاء ولا يشفون إلا بهذه المناظر يعني مناظر الموت ومناظر إهانة الأجساد لاحظوا يعني أيضا قدم فوق جسد شخص ملقى على قارعة الطريق والآخر يمسك رأسه وضروري أن الراية تكون فوق الجسد راية الإسلام تعلو على جيف فوق جيف سميه جيفة يعني حتى لا احترام لإنسان جيفة جيفة عناصر الجيش الصفوي تملأ الطرقات بفضل الله غزوة مثل غزوات محمد غزوة أسد الرحمن البيلاوي لاحظوا مسك الرؤوس قطع الرؤوس ومسكها على الهواء ثم يقولون فحزوا الرقاب هذه الدولة الإسلامية في العراق والشام هذه الصور مأخوذة من مواقع تابعة للدولة الإسلامية في العراق والشام لاحظ قطع الرؤوس فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب سورة محمد يعني اسم له دلالة سورة محمد محمد آية أربعة لاحظ جز الرقاب فحزوا الرقاب يريد أن يقطع الرقاب لغرض في نفسه لأنه هكذا قرأ في التورات الإسلامي قطع الرقاب ووضعها هنا للتمتيل بها شفاء للصدور لاحظ شفاء للصدور كما قال القرآن تماما التمتيل بالجتد هل محمد متلى بالجتد هل نقرأ في التاريخ الإسلامي هذا الأمر هل داعش عندها نماذج قرأتها وتقتدي بها نعم في كتاب البداية والنهاية وكتاب المغازي والسيرة النبوية وقرأ ما تريد قصة قتل أبي الحكم أنا أسميه أبي الحكم لكن المسلمين يسمونه أبا جهل اقتداءا بمحمد لأن محمد لا يحترم خصمه أبدا ولا يحترم معارضيه فسماه أبا جهل يقول في البداية والنهاية لابن كتير فكان قتل أبي جهل على يدي شاب من الأنصار ثم بعد ذلك وقف عليه عبد الله بن مسعود ومسك بلحيته وهو مقتول يعني في لحظاته الأخيرة يموت ومسك بلحيته وصعد على صدره هل نعرف من أين أخذ الداعش هذا الأمر؟ من هذه القصص التي نرويها عليهم في المساجد وفي خطب الجمعة ونفتخر بها لأنه حصلت في بدر يعني حصلت في المعارك الكبرى للإسلام فخر الإسلام هذا فخرنا نتغنى به وصعد على صدري عبد الله بن مسعود وما أدراك ما عبد الله بن مسعود صعد على صدر جتة واحد يموت حتى قال له لكن هذا الشخص له شموخ له عزة قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم عيره بمهنة لأنه عبد الله بن مسعود كان مجرد راعي غنم كان في مستوى أقل من أبي الحكم ثم بعد هذا حز رأسه قطع الرأس داعش تعلمت من هذا الأمر صحابي جليل يقوم بهذا الأمر واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله فشف الله به قلوب المؤمنين لاحظ نفس المصطلحات شفاء للسدور لاحظ فحز الرقاب من أين أخذوها من هذه النصوص تقول هذه النصوص فشف الله به قلوب المؤمنين حز رأسه نفس الشيء فهم يعملون ما قرأوه في السيرة ما قرأوه في أفعال صحابة محمد ومحمد تفسير الألوسي لسورة العلق آية 15 يقول فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام يعني محمد التمسوا أبا جهل في القتلى بحثوا عنه فرأاه ابن مسعود مسروعا يخور فارتقى على صدره ففتح عينه فعرفه فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنى فقال ابن مسعود الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولذلك يضعون الراية فوق الأزساد يعني عندما يضعون الراية الإسلام يعلو فوق جتتك فعالج قطع رأسه فقال اللعين دونك فقطعه بسيفي قال الله اقطعه بسيفي لا تقطعه بسيفك حتى لا يقال قطعته بسيفك فقطعه ولم يقدر على حمله فشق أذنه لاحظ تمتيل بالجتة وجعل فيها خيطا وجعل يجر حتى جاء به إلى رسول الله فجاء جبريل عليه السلام يضحك مستمتع جبريل بالمنظر واحد يجر رأس فيها خيط جبريل لأن جبريل هو يعني المراذف لمحمد هو يعني إسقاط محمد لا شعور محمد فجاء جبريل عليه السلام يضحك من قال لهم هذا الأمر أكيد محمد ويقول يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة يعني بنكت جبريل ينكت يقول لمحمد أذن بأذن يعني لأنه كان قطع أذن عبد الله بن مسعود فيقول أذن بأذن يعني هذه الأذن بتلك والرأس زيادة هذا بونس يعني زائد فوق البيعة كما يقول الإخوة المصريون فوق البيعة فأيذن أذن بأذن والرأس زيادة تخيل واحد ميت يقطع رأسه ومزح وضحك وتنكيد ولم لا إذا قرأت أنا هذا النص وكنت مسلما سأعتبر قدولي وسأطبق على أرض الواقع وهكذا تفعل داعش الحرق حرق الأخضر واليابس داعش تقول حرق أوكاره ماذا في الأنبار في العراق حرق السيارات ولتعلوان الراية راية الإسلام الحرق وسيلة إسلامية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين استشهاد بآيات قرآنية تدك معاقل المرتدين في شرق ولاية صلاح الدين نفس الشيء سنرى هل الحرق والتدمير له ما يؤيده في الإسلام هل داعش يمكن أن تجد نصوص تقتدي بها في الإسلام أكيد محمد هدد بحرق مسلمين فكان بالأحرى إذا كان شخص لا نعتبره مسلما هدد بحرق مسلمين لا يصلون عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال والذي نفسي بيدي لقد همنت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف يعني أذهب إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم صحيح البخاري كتاب الآذان باب وجوب صلاة الجماعة هذا فقط لأجل الصلاة فكم بالأحرى إذا اعتبروا مرتدين عن عكرمة علي أيضا في السنة قتل حرق أشخاص اعتبرهم زنادق مرتدين عن عكرمة قال أتي علي بزنادق فأحرقهم أتي علي بزنادق فأحرقهم داعش إذا قرأت أن علي بن أبي طالب وما أدراك ما علي بن أبي طالب أحرق زنادق عادي أن يحرق أعضاء داعش أناس لأنه موجود محمد هدد بحرق مسلم وعلي حرق وحرقوا النخل عن نافع عن عبد الله أن رسول الله حرق نخل بن النظير وقطع النخل وهي البويرة مكان اسم البويرة زاد قتيبة وابن ربح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها نيلة يعني لينة يعني النخل أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صحيح مسلم كتاب الجهاد الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها باب قاس جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها يمكن حرق الأخضر واليابس القرآن يعطي الحق للمسلمين في الحرق يقول في سورة الحشر آية خمس وستة ما قطعتم من نخلة من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أي شيء تفعلوه بها بإذني أنا أعطيكم الإذن إله القرآن يقول للمسلمين لو قطعتم أي نخلة أو تركتموها فبإذني وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم إلى آخر الآية عن قتاد قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها الآية أي ليعظهم فقطع المسلمون يومئذ النخل وأمسك آخرون كراهية أن يكون إفسادا فقالت اليهود آه الله يعني هل الله آه الله أذن لكم في الفساد فأنزل الله ما قطعتم من لينة يعني اليهود استغربوا قالوا هل الله سمح لكم بهذا الفساد هل فعلا متأكدين أن هذا الكلام كلام الله هل الله أمركم بإحراق النخل فأنزل محمد آية حتى يريح اليهود ما قطعتم من لينة يعني يا مسلمين لو قطعتم أي نخل أو تركتموه قائم على أصوله فبإذني أنا سامح لكم بالإثنين أنا صاحب الرأي فإذن هو هي أفعال لو أحرقت داعش أي شيء بشر أو شجر له نصوص تؤيده في الإسلام له نصوص وله أمتلة يمكن الاعتماد عليها خلينا نأخذ أبو أبو وليد أو من أوروبا تفضل أخي الكريم الاسم أنا أنا أبو فيدال أبو فيدال نعم تفضل أخي شكرا حميبي رشيد تسمعني العافو تفضل طبعا بركة كديرة أنه أنا أتكلم معك الله يخليك شكرا شكرا حميبي ملحوظة شوية تغيرها قبل ملحوظة أريد أعتب عليك لأنه أنت برادر رشيد صار لك سبعة سنين أو ثمانة سنين ما داخل الغرفة ومن بركة الغرفة أنا لا أدخل للبلتوك سنوات ونظرا لعدم تفرغي لهذا العامر لا أجل تفرغ لأننا نتفرغ إلا كل يوم خميس معلش معلش سامحني سامحني هناك أمور أعملها ثاني وأخذ من وقت الكثير فأشكرك أنا عاشب يا أخي على كل أخي العزيز نعم ملحوظة قليلا صغيرة ولكن نتأخذ وقت دقيقتين إذا سمحت تفضل أنا من المتابعين على البالتوك ساب يمكن ما يقرب 14 سنة نعم ونتعلم منكم من الأستاذ الوحيد من الغرف الثانية وننشر ما نحن نقدر نشره نعم جاء أحد الإخوان قبل سنة وآمن بالرب يسوع هو مسلم طبعا نعم وأعطى خباره على البالتوك نعم الشيء الغريب الذي أثار يعني فكري بالرغم من أنه أنا 14 سنة نعم البالتوك ما إجا هذا الشخص وصل عدله مم بعد ما عامن أخوه وبعدين أخويا تكلمت معاه شغلات أنا ما كنت تعرفها يعني 14 سنة على البالتوك تعرف يعني مثل ماذا مثل الشغلات نعم مغلب كل شيء شيء غريب أنه داعش يعني يمكن أنت ما تعرف والإخوان اللي عايشين بأوروبا ما يعرفون بس اللي جعايشين بالعراق والشام رح يسمعون هذا الشيء ورح يأرفون يحطون حدايت بين العرب يعني لما يفجر نفسها يكون إلى حدايت تحفظ عربة من أن يعني تحفظ يعني جهاز التناسل حتى لا ينفجر حتى يروح يجامع به الحور العين نعم فهو كان يقول 1900 حورية المؤمن العادي 19600 المؤمن العادي الجهيد هذا طيب ما ليش أحمي دال لأنه هذا هذا نقاش يعني تانوي مش حيفيدني يعني سواء كان الرقم 4070 حورية لا يغير نحن نتكلم عن المبادئ والأصول عن الأمور الرئيسية على الأمور أنا أشكرك من أجل الاتصال لكن كنت أتمنى أنه تكون المشاركة أفيد للمشاهد حتى نغني الموضوع يعني أتمنى أنه نركز يعني لأنه الوقت تمين جدا نحن عنا ساعة ونصف فقط ولازم نركز فيها لازم نقول معلومات تفيد الإنسان أنا سمعت عن هذا الأمر لكن ليس بهذه الأهمية الأخ عبد الله من الكويت تفضل أخ عبد الله تفضل سلام عليكم سلام عليك أخ عبد الله تفضل أشكرك على هذا الموضوع مين معي أين حقوق الإنسان أعتقد الأخ عباس هذا مش عبد الله أخ عباس يعني أنا مش عارف أنه دائما أنا قلت أبو عبد الله أخ عباس معلش بتتصل برامج كثيرة أعتقد أنا أفضل أعطي فرصة لناس تانية أنا بتتصل برامج كثيرة بقناة الحياة أحيانا لا أفهم معنك أي شي فأنا متأسف الأخ أحمد من سوريا تفضل مساء النور تفضل أهلا وسهلا يعطيك العافية الله يخليك في عندي سؤالان مهمين أنا أتصل من نيويورك أهلا وسهلا في عندي سؤالان كثير كثير وأنا مستعد وابني بشكل علمي وديني بنفس الوقت نعم نعم أنت معك خبر صار في تلجير إرهابي بلبنان في أوتيل وقابلوا بالضاحية وفي فلان وفي لتال نعم تبين أنه في ثمين سعوديين تفجروا نفسهم نعم ولكن بنفس الوقت هالسعوديين هاو ديئانت الدولة السعودية ورفضت كليا مع المساعدات اللي عم بتساعد للبنان ولا غير بلدها شو هالتناقض الغريب بين مين سعوديين عم يفجروا وبين الدولة السعودية اللي عم تدعم يمكن ظاهريا العالم كيف تترجمها أنا أترجم لك إياها التناقض هو حين نعلم شخص أنه الجهاد كويس وأنه محاربة الكفار كويس وأنه نشر الإسلام كويس وأنه كذا كويس وفي نفس الوقت نحن نقول له لا تقوم بها يعني لا تضرب المكان الفلاني لا تقوم هنا فهذا هو التناقض يعني نعطيه تعاليم مختلف فهم يحترمون الإسلام ويعتبرون الإسلام هو الدستور والإسلام فيه هذه الأمور وفي نفس الوقت كدولة كدولة لها مسؤوليات يريدون أن تكون لهم علاقات ما هو الانتحاريون لفجر ونيويورك عندك يعني كانوا أغلبهم من السعودية أو في نفس الوقت سعودية عندها علاقات مع أمريكا ما هو نفس التناقض لكن هم يعلمون الإسلام الذي يكفر أمريكا ويطلب بضرب أمريكا وفي نفس الوقت كدولة لها علاقات سياسية المشكلة أنه متى يعرفون أو هم يعرفون ولا يريدون أن يقولوا أن هناك علاقة بين ما نعلم وبين ما يقوم به هؤلاء الأشخاص هم يقولون لا تشاذ سؤال الثاني بعد ذلك نعم شو السبب لماذا التطرف السني ينجح أو ينحو نحو الزبح والقتل وداعش وأنت تعرف لصلك الله حصرا للوقت بينما الشيعي لا يفجر ولا يقتل مع أنه الاثنين من منبع واحد ما تفسيرك العلمي التفسير لها أن الشيعة هم أقلية رغم أنهم أغلبية في إيران لكنهم أقلية في أغلب البلدان الإسلامية وتسعين في المئة من الإسلام هو سني في العالم فإذن المأماكن التي سيطر فيها الشيعة فيها قتل وفيها تفجير حزب الله مثلا النموذج في إيران في إيران هناك قتل للناس وفي إرهاب للناس وفي قطع وفي دبح وفي كل هذه الأمور فلو كانت الأغلبية هي الشيعة كنا رأينا نفس الشيء أنه الإرهاب شيعي لكن اليوم لأن الأغلبية السنية أغلب الإرهاب الذي يحصل من الإسلام هو السني نتيجة نتيجة طبيعية للنسبة أشكرك لأنه أنا ما عندي كثير وقت لكن استمتعت بالحديث معك أسئلتك مهمة أخي بالنسبة لهذا الأمر لكن خلينا أتي لشيء معين كان نفسي أتكلم عنه سأترك الحلقة قادمة لكن أتكلم عن جزء بسيط من الذي حصل هو القتل العلني أو تنفيذ الحدود قتل المرتدين قتل من حكم عليهم بجرائم تستحق الحرابة مثلا يقوم بها تنظيم داعش علنا بين الناس وهذا أيضا له نماذج يقتدى بها في التاريخ الإسلامي هل نعطيكم بعض الصور التي أخذتها من مواقع تابعة لتنظيم داعش مثلا سموا هذه غنائم لاحظ الاقتداء بالإسلام غنائم غزوة تأر الأنبار هذه غنائم غنائم الدولة الإسلامية في الشام نفس الشيء اقتداء بمحمد كان يغنم الخيل والجمال إلى آخر والقوافل وهم يغنمون السيارات جانب من الغنائم عامرية الفلوجة هذه غنائم طيوتا إذن كل هذه اقتداء بالإسلام غنائم الدولة الإسلامية في العراق والشام من الحكومة الصفوية أحكام بالردة التي تكلمت عنها والقتل مثلا حكم بحد الردة والقتل على مرتد لقيامه بسب رب العزة في ولاية حلب حلب في سوريا تم قتل هذا علنا تطبيق حد الحراب في الساحات العامة إقامة حد الحراب على مرتد في الساحة العامة في ولاية حلب لاحظ أنه سيقيمون حد الحراب على هذا الشخص علنا كل هذه الأمور هي لها صوابق في التاريخ الإسلامي وموجودة شيء آخر الذي كنت أريد أن أشير له هو القتل والجنس يأخذون النساء أيضا ويعتبرونهم سبي يعتبرونهن سبي ويأخذون ويمارسون الجنس عليهم غصبا عنه هذا أيضا له سابقة وهي حادثة محمد مع صفية بنت حيي التي قتل زوجها وقتل أخاها وقتل أباها وفي طريق العودة دخل بها ومارس عليها الجنس تخيلوا قصة صفية لوحدة في الإسلام تجعلني لأؤمن بأن محمد كان رسول من عند الله قصة صفية لوحدة لأنه كيف تمارس الجنس على سيدة قد قتلت زوجها قبل قليل وأباها قبل قليل وكل عشيرتها وكانت عروس حديث عرس يعني عروس جديدة ولكن عرس بها في الطريق وتقول صفية في كلامها أنه كان أبغض الناس إلي لأنه قتل أبي وأخي وكل عشيرتي تقول كان أبغض الناس إلي فإذن كيف مارس الجنس معه وهي تبغض وتكره كل الكره ألا يعد هذا اغتصابا ألا يقال له اغتصاب حين تمارس الجنس على شخص يكره كل الكره فإذن الجمع بين القتل والجنس محمد جمع بين القتل والجنس في غزوة خيبر عندما أخذ صفية بنت حويي اليهودية واغتصابها في الطريق في طريق العودة دون أن يراعي مشاعرها وأنه حزينة على أبيها وحزينة على أخيها وحزينة على قوم لا يهمه حتى عدب زوجها عدب زوجها لأجل كنز أمر بتعذيب حتى يقر بأين وضع الكنز كل هذه الأمور إذا رأينا داعش تقوم بها فلها أصول في الإسلام ولها أصول في السيرة وفي القرآن وفي التفاصيل الإسلامية إذن أطلب منكم أن تبعتوا لإيميلات وأسئلة وتشاركوني ربما نكمل الموضوع في حلقات قادمة ربنا يكون معاكم مع الجميع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر